يلا هوي يحدث قلب اعادت برضو كده ورا الكواديس جمع لوت واعمل 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 حد ما الحمدلله جمعنا لوت كويس وبقينا كده مية مية لو تيجوا تبص دلوقتي على المزرعة يا السلام يا سلام على الوحش بتاعنا ايه ده انا فين? لا انا عايز اطلع بره يا حبيبي. زي ما انتم شايفين المزرعة بتاعتنا الجامدة اخر ستين. هو ليه انا عايز اطلع بره بعد ازنك لوين فيعني. حان في العربية ده لما بترخم بتوبة رخمة خلاص نزليني بقى ممكن بعد ازنك انزل يا الله تبقى انا فين طيب. وخليها نفتح من هنا فتحة. نمسك العربية. نحطها هنا. زي ما انتم شايفين لوينا المزرعة وزبطناها وعملنا كاوتشين كاوتش هنا وكاوتش الناحة تانية. وزرعت البطاطس. لان دلوقتي انا ركزت دلوقتي على ان احنا يعني عايزين بها ايه زخيرة كتير بقى للبتاع. فهمتوا الموضوع ازاي? فيه تعليق برضو جيل الحال اللي فات قال لي عميميدو ان الدبابة اللي انت هتعملها مش هتنفعها خالص فيه المصنع او كده. مش هتقف تضرب من خلالها. حاجات برضو انا هعمل الدبابة. يا اخي زي بنعيش الدور يا اخي. يا زلمة حرم عليك يا زلمة خلينا عيش الدور كده زي الناس. طب على دلوقتي مهتمة بالبطاطس شايفين البطاطس يا البطاطس صراحة شكلها رايب جدا. لما عرفت ان البطاطس دي هي الزخيرة بتاعت السلاح انا هتزرع منها كتير. نسبة لموضوع المزرعة ان احنا نبنيها بالعرض. ده راح انا بفكر في الموضوع شوية وقلت ليه لا ما نبنيش المزرعة بالعرض بس مش دلوقتي. يعني انا شاف المزرعة دي كافية و وزي الفل هي. نقدر نزرع طماطم واكل والدنيا دي. وفي منوكو قال لي عميمينه ما تنساش تعمل الروبوت بتاع الاكل لانه هو بعملك اكل كتير والكلام ده كله. عايزين برضو نزرع من ده كتير اللي هو البتاع ده. بس انا قريدي يعني زي ما انتو شايفين كمية المحاصيل اللي احنا جمعانيها والرهيبة. الصندوق خلاص اتملأ مني اصلا اخد الحاجات دي. ونبدأ نروح بتاعت التغليف نغلبهم. ايوة شايفين كمية الحاجات دي والجزر والدنيا دي كلها. عشان ر نروح نعمل تجارة مع الراجل ده ونشوف هيدينا ايه. نروش الدنيا دي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا ههتم بالاكل الاول. طبعا برش عشوائي يعني اصليها مش فرقة يعني دلوقتي عندي. طبعا نبدأ نسقي. بس انا مش فاهم في حاجة غلط هنا في الكويتشات. اه انا عرفت الغلطة فين. الكويتش ده نازل يا شباب. ايوة 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 يعني فيه كويتش نازل وكويتش يطالع بس بس فهمت انا الدنيا. يعني ليه كده اصلا اصلا اقول لي يا ربي ليه كويتش ده مع اوج ومعرفش ايوة الكلام ده كله. اهو كده اترافع اهو. كده مفوت بقى مرفوع. لا برضو بس ده عايز يزيد سنة كمان. طيب عادي خلان نبدأ نزودش سنة بتاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. صرفت كل الالوان خلصتها يمكن على البتاع دي. بس رحت برضو جمعت الزهور اللي احنا بنلاقيها دي. لان انا سألتكو الزهور دي لازمتها ايه ففيه حد قال لي زمان الزهور دي عميميدو تقدر من خلالها يعني ت تعمل المحصول بتاعك تقدر من خلالها تخترع اللون والكلام ده كله فمن ساعتها بقى وانا قاعد اعملهم. تبدأ نشغل بسم الله الرحمن الرحيم زي ما انتم شايفين. بصوا كله هيتروي دلوقتي. ايوة الاخيرة. ها? ايه? الاخيرة مالهاش ازاي اكده عندنا حضط لها واحدة. طب ممكن بعد ذلك بس ممكن نعد من هنا. اه شفتوا دي? ما زادتش كان مفوت يزيدوا واحدة. بس عادي خلان نحط هنا واحدة. ونلغيها تاني. بس كده ده المطلوب اسباته. وطبعا الم الماتور ده شغال الله ينور عليك يا ابن والله زبط الدنيا. لا لا بصراحة فيه تقدم رهيب وانا بصراحة عاجبني التقدم اللي احنا عملنا في حلقة النهار ده ان شاء الله. العربية دي برضو عايز الونها هي ليه شكلها عامل كده? وات? يمكن عشان الكشف منور فيها? اه الكشف منور فيها. واو يا المؤثرات. معقول لها كانت خلولها مؤثرات زي دي? هي بس صراحة. بقول لكم ايه خلالها بالمرة نبدأ نلون البتاع دي. بس انا ما معيش هنا الوان. قدي لها لون ايه? المشكلة عربية مش هينفع معها اي لون. اكتروحوا ليه الوان? واحنا نعملها. دي يا جماعة النبتة اللي احنا بنعمل منها الالوان عشان الناس اللي بتسأل. وخليها دلوقتي نروح ل بتاعة التغليف ونبدأ نغلف لنا حدا كده. بفكر برضو اصغر العربية دي اشيلها او اصغرها مش عارف والله. خلينا كده ايه? نصغرها شوية عن كده. لان بصراحة كبير ده تلاقيه مؤثر علينا جامد. فممكن مسلا نقص النص الورة بتاعها كله. خليها كده مسلا ايه? الا اساس بس هنبصوا هلوك على حاجة. احنا هنشيل النص اللي ورا كله على بعضه زي ما هو. بالشكل ده كده. اهو. ماشي. وناخد النص ده. بعد ازنك كده. تعالى كده حبيبي. خليك قعد هنا. ايوه خلي النص ده محطوط هنا. بعد ازنك بس ممكن تجيب لي الماتور بتاعه والبنزيم. علشان انا هعمل حاجة برضو بالنص القدام ده. يعني مش معقولة يعني العربية كبيرة بتاعة تتقلب بنا كل شوية والدنيا دي كلها. والله يا شباب انا معارف. عايز اعمل كده عربية زغيورة تكون لطيفة كده ولزيزة. مش عايز اعمل حاجة كبيرة بقى انت فاهم انت الحاجة كبيرة تبارخ مقوي على الاربع كوتشات. المساعدين. وكده الدنيا كلها تمام. يلا نبدأ نبني العربية بتاعتنا في السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة كشفات بتاعت العربية الدين دي قاني فخليني اشيلها منها يعني بعد ازنك بوك نشيلك. وانت كمان نشيلكوا. ايوه يا اخي خليكوا كده بعيد عننا. وانت تعالى عشان عايزك في الموضوع وهاتلي برضو الكمبيوتر ده. هلنحط بقى تنكات البنزيم هنا. وخليني احط دول هنا دلوقتي. يمكن العربية دي تتزبط قدام ون طبا صغيرة جدا ورهيبة في نفس الوقت. اولا هنحط ده ونبدأ نبني الكرسي. لان الكرسي ده بناء عليها هيتشكل عليه كل حاجة. هنبدأ نحط الكرسي كده. ونجيب الماتور نركبه قدام هنا بالشكل ده. تمام? مع ان انا شايف ان استنوا شباب هنحاول برضو نزبطها. انا لو زودتي كده. انا عاوس يعني بقدر الامكان ان انا اخلي الارتفاع ده يبقى يعد فوق الماتور. لان انتوا عارفين الماتور يعني واحد اتنين تلاتة. لو عمشينا ده كده ايه لا يح افصل. اه كده اتقفلت اهيه. طب زي الفل. كده الله اكبر عليها. كده شكلها رهيب صراحة. ممكن كمان نحط واحدة كده ومشي كده. حلو الكلام. ومش بس كده انا عندي حس اللي بتكر لازم في كل حلقة قعدة بتكر لي كده ايه حاجة جديدة. يعني مسلا ممكن نخليها كده. ايه بس بصراحة مش هتطلع رهيبة يعني الصراحة. طيب خلاص مش مهم. خلينا نكانسل موضوع ان احنا نحط كده غطاء الماتور قدام. احنا اصلا كده كده ما نحب نعمل حاجة في الماتور. هنبص له من قدام عنده. ايه تبقى بالشكل الجميل ده. زي ما انتم شايفين كده. دي كده نبدأ نقفلها كده. والله زمان وانا نفسي اعمل عربية صغيورة زي دي. بس يا رب بس تتضبط معي واتكمل جميلها. زي ما انتم شايفين الدنيا حلوة. نبدأ بقى نرفع هنا سنة. وهنا سنة. ارفع فوق. ارفع فوق كمان سنتين. هنا برضو. كمان. انا اعتقد كده ام. يعني اعتقد كده كويس صح? اعتقد كده الارت فاعدة كويس وبنناس. نيجي بعد كده نمشي البتاعة دي لحد هنا كده مسلا. بس قبلها خلينا نحط تانك البنزين جواها. اتحط هنا في المكان ده كده. خلينا بس نمدها كده. ونطلع لفوق. بالشكل ده. ومن هنا برضو بالشكل ده. واحد يقول لي يا عميمي ده. اقول لك ايتها لتاخد حاجة نظيفة. ايوا عشان نسيب النسبة المقوية عشان نشوفه احنا ماشيين. تمام? نبدأ خلاص نقفل الدنيا دي كلها خلاص احنا مش عايزين الكلام ده كله نشوفه نقفل كده. ونشد دي ماشية كده. ودي ماشية كده. حلو الكلام? ومش بس كده. هنيجي برضو نحط من ورا كده حاجة زي كده ودي اللي هيتحط فيها الصندوق بقى اللي احنا عايزين نحطه فيها. متال احنا عندنا هنا سندوق كتير كنا نعملينها. هنشيل صندوق من الصندوق اللي فاضية. ونحطه وبعدين يبقى نحط صندوق تاني. مسلا الصندوق ده. على يا حبيب قلبي. اه بس كده هيداري على نسبة الشحن في فيق العربية. بس انا شايف ان هو عادي يعني. ب خلا بس نحط الصندوق بس كده بعد ازنك ممكن تتحط. ايوة انا عايزة فتحة الصندوق تبه الورا. هيتحط بالشكل ده شايفين? اه بس يا اخي ده مش جاي في النص برضو. يا اخي المشكلة انا بحب كل حاجة تبه مزبوطة ولا حتى بالطول على العرض نافع. طب انا اعمل لك ايه طيب دلوقتي انا مش فاهم يعني الصراحة. طيب خلاص ارجع تاني زي كنت احنا هنجيب صندوق من الصندوق الصغيرة يمكن يزبط وخلاص اصلا احنا عايزين بس اي صندوق يبقى نحط فيه الحاجة وخلاص مش اكدر. فقد ازنك ممكن تعمل لي صندوق من ده. لو طلع مسلا اه صغير شوية يعني مسلا واخد مسلا بلوكتين ممكن نعمل كمان واحد بحس هم هتين ياخدوا اربع بلوكات. هيبقى الموضوع جامد فيه يعني. اللي انا بفكر اعمله لسه يعني ما ما نعرفش ايه الدنيا بتاعتنا. تفتكروا لما نزبط العربية دي ونخلصها تفتكروا هل هتقدر نشيل الحمولة الفاوكة اللي احنا هنجيبها? ما عرفش الصراحة. بس اللي انا عرف في د حتة زي دي. ونبدأ نجيب مساعدين من دول. ونحط هنا مساعد في المكان ده. ايوة كده. يا سلام. خلص صح? هتلي السندوق ده. ممكن مسلا برضو السندوق ده برضو يا رخم انت ليه رخم يا يالا? انت كلكم كده رخامة في بعض يا نهار ابيض عن رخامة. احنا عايزينه برضو يببعيد عن الدنيا دي كلها. خلينا نقفل السقف ده خالص كده. ايوة كده تمام. وخليني برضو اقفل المكان ده. انا كده كده اصلا مش محتاج اعمل ابواب يعني يعني عشان كنعمل وقعية هنعمل بس ازاز في الاماكن الفاضي دي مكان الازاز اللي احنا هناخده من العربية اللي هي الكبيرة اللي احنا لسه فكنا دلوقتي. وخلاها نحط ده مسلا هنا. الله ده في النص والله افتكرته في النص كان هيب برقائيب. بس ما علينا سيبها كده كديكور ونبدأ نحط دي كده. ودي كده. يعني هربية ده شكلها بقى فضية صراحة. طب انتم عارفين طبعا ان احنا هنروح دلوقتي للمصنع عشان نجمع البكيتات والكلام ده كله. فاحنا محت تاجين اصلا شيء اساسي صندوق ومضخة. بعد ازنك ممكن تديني المضخة. خلاص هتلل الصندوق ده. هنركبه هنا يا شباب وزي ما تيجي تيجي بقى. اهو. وهنحط المضخة هنا. حلو الكلام. طيب تمام وزي الفل كده. ممكن بعد ازنك اه تطول تقفل دي من هنا. ودي تقفل من هنا كده مسلا. فهنقول لك عادي خلي دي مفتوحة كده عادي ما فياش اي مشاكل. ونيجي مسلا نتكبر دي سنة ومن هنا. حلو الكلام. هنيجي برضو من المكان ده نبدأ نرفع حتى كده. هدي واحدة. ادي التانية. ممكن ترفع فوق بعد ازنك. هط واحدة هنا. واحدة هنا. واحدة هنا. واحدة هنا. واحدة هنا. نبدأ نركب البكر. وده شيء اساسي لازم يتركب. عشان ده المسؤول عن دوران الكويتش. ونبدأ نجيب الاربع كويتشيات حبا يبنى. نبدأ نحط ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. نيجي من تحت الكرسي تقريبا ده الكرسي. ايوة. هو ده الكرسي. نبدأ نفح كده مسلا تحته. ونحط هنا. ما نفعش حط هنا. ايوة نحط هنا بكرة. ونشبك هبدا. بعد كده نجيب المساعدين. طبعا انتم كلكم عرفتم خلاص الطريقة. ونشبك هنا. بس كده ننزل. الله. المساعدين صراحة عايزين حد يرفعهم. ايوة ترفعهم. طب عايزنك خليها بس واطية سنة. كده تقريبا كل العربية ترفعت. بس من قدام هتحسها واطية شوية علشان هي شايلة شوية. خليني ارفعها من قدام. ايوة نخليها كده. حلو الكلام طبعا دي شنطة العربية من قدام. فهمت الموضوع ازاي? ومن وره طبعا عشان هنبدأ نحط فيه اللوت والكلام ده كله. طب واحد يقول لي عميميت دلوقتي انت لما تروح تجيب الباكيتات هتتثبتها ازاي على العربية. الله يا صاحبي انا ما عرفش الصراحة. بس هيبقى لها حل ان شاء الله. خليني دلوقتي عشان برضو نعيش النوع من الوقعية خليني اخد الازاز بتاع العربية ده كده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي ازاز ودي التاني. وهنيجي برضو من الجناب من هنا. ه هنقفل برضو كده. هنفتح هنا فتحة. ومسلا طب استنوا. هنتخلي دي مقفولة. هنفتح من هنا فتحة ومن هنا فتح عشان نركب كده وانا ميجي ننزل هننزل كده من فوق العربية. فهمتوا الموضوع ازاي? طيب بالنسبة للماتور اللي انا مش شايفه ده. الماتور اللي انت مش شايفه ده. خلينا نفتح له من هنا فتحة. نبدأ نزوده مسلا نخليه على السرعة دي. حلو? بعد كده نبدأ نوصل الماتور هنا. ونبدأ نوصله بتانكل بنزيل. بعد كده ن نوصل الماتور بالاربع كوتشات. ونوصل الكورسي هنا. ونلفه. ونبدأ نناكس اتجاه دول. ايوه خلينا مع كوسين كده. المضخة عايزة لها زرار. احنا جايبين زرار بس المشكلة لازرار انا دبقى بنسى هما فين? ايوه هاتلي بتاعوت دول عشان محتاجينهم. ايوه احنا عايزين زرار واحد مش عايزين اكتر منه. بس انا عايزي الزرار التاني اللي هو ابوتكة ده. ده مش هينفع ده. عايزين انت بتدوس دوسها كده ويفصل لواحده. ما علينا خلان نعملناها زرار اصلا كده كده يعني مش بيحتاج حاجات كتير. لو جينا بس هنتجرب العربية. شايفين بقى شكلها عامل ازاي? يا انها رابط بقت رهيبة. ممكن نحط لها بقى ازرار ودمية والكلام ده كله. ايه رأيكم? بس ممكن تحطي لي الازاز ده هنا علشان احتمال نحتاجه في حاجات كتير. وخلي البكر دي محطوطة هنا دلوقتي لما نعوزها هنجيبها. بعد ازنك ممكن تدي لي الزرار. خليه محطوط هنا في المكان ده. نبدأ نوصله بالمدخل الورى والم كده مطلع لبرة. والمكان ده مش عارف هقفله ازاي والله بس كان نفس الصندوق ابن لازينة ده. ياخد مشكلة الصندوق ده يعني. مش فاهم انا يعني مطور اللعبة انت لازم تجيب لي شلال يعني بالصندوق ده. بالتلاجة دي مسلا. طب ما فيش صندوق اصغر من كده. يعني بس مشكلة الصندوق الاصغر من كده هتحطي في واحد بس. بالتلاجة دي مسلا لو عملناها خلالها كده نجرب نشوف التلاجة دي يعني انظامها ودنيتها. مرة هتلك كشفات دي. هعمل برضو حركة تانية في دماغي. يا اخي والله انت تجيب الشلال. ليه? يعني ليه? لا حاول اوقاتها الا بالله. ليه مسلا ما تبيش يا عم انا مش حاط سندق قدام. اقفل يا عم المكان ده خالص. قاسفين جدا لحضرتك بس ثواني قبلها. لها نحط الكشفات بتاعتنا ونحط ورا كشفين حمب. يعني كنوع من الواقعية. لها ننزل الاضاءة دي خالص. ايوة بالشكل ده. ولو قدام هنرفحها على الاخر. يعني خلاعة تمانية كده شكلها كويس وبنت ناس. هتبقى بالشكل ده كده. والي ش شايفيني الشكل? التلاجة دي طبعا عشان بتقولك بتخلي لك الاكل فريش ومش فريش. فوت تحطها جوة العربية علشان ما تحسش بالن في حاجة معوجة او حاجة بايزة منك. احنا عايزين الجهاز بتاع الدهان. اسم الاحمر احيب. خليني اول حاجة نبدأ بالدهان اللي ورا. هخلي لونه احمر بالشكل ده. يعني يعني. يبقى كده كويس. مش عارف والله بس انا مش مقتنع بصراحة بموضوع الكشفات ده. بس انا يعني ايه عايز اعمل كده عربية حسس ان هي بنت ن ناسي يعني. فهم انت الحوار ازاي? بس ممكن ندي لها لون ابيض احسن عشان تبقى كده ايه شكلها شيكة وفخامة. ايوة. كده مية مية. خليني برضا احط لهم الزرار ده هنا. ده زرار المسؤولة عن الكشفات كلها. لكلام. نبدأ بقى نقفل الموضوع ده كله من هنا. كده. والشايفين بقى العبية شكلها عامل ازاي? يا نهار ضيحك يا جدعان. ده تحسها عربية من سنة التسعينات قبل الميلاد دي. يا نهار ابيض. احط لها ارفف ولا اقول لك سيبها من غير ارفف. هي كده كده كويسة. المهم احنا كده زبطنا العربية بالشكل اللي احنا عايزين نزبطه لها. وشايفين العربية شكلها عامل ازاي? خلالها دلوقتي نبدأ نلونها. ندي الكوتشات مسلا لون اسود. لا اسود ايه? مش هينفع. خليها احمر مسلا. الاحمر فاتح. كويس وبن ناس. نبدأ نلون المساعدين. ممكن ده احمر في اسود ايه رأيكم? كده. وقاد البخاخ وادي. الصندوق. ايوة خليت كده الحاجات دي حمرة. حتى الازاز بتاعها يبق لونه احمر. ايوة. خش على الوحش يا كبير. يا السلام على الوحش وجمال الوحش. طيب نبدأ بس نحط الالوان بتاعتنا والحاجات دي هنا. شايفين يا جدا عشان دهانت شوية صغيرين ايه اللي حصل? الدنيا كلها طارت. بزت مننا. ايوة تمام كده. يلا بسم الله مرحيم نبدأ نركب. ونروح بقى للمكان اللي احنا عايزين نروح. يا ربي بقى ما تتقلب بينا. عشان هي طويلة شوية ممكن تتقلب بينا. بس والله كويسة مش كده? والممكن اجيبها كده من جوا خليش شكلها من جوا. يعني هربت عشان فايم الازاز من جوا فالدنيا جوا سودة زي السكن. بس ممكن تفصل الكشاف. انا ليه مش اغل الكشاف? اوف 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 اوف. لا 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 انا ميت تماطن بالغلط. يا لا. ابعد يا لا عربية بتاعتي يا لا. ابعد يا ابن اللي لزينا على العربية. تعال. 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 فكرنا اخف منك يا لا. فكرنا اخف منك يا لا. فكرنا اخف منك يا لا. دهان هجيب لكم مسدس دلوقتي وان فوقه بي استننا بس. انا هنفقوا بالمسدسات استنوا بس. يا الله يا ولاد اللازينة. يبنا ما نجيب العربية ببتيجي تجمحهم بعدين. احلى حاجة ان اللوت هنا ما بيختفيش. اه يسطى ازاك يسطى فين الطماطم ولا 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 ولا. ما اتقربش من بقورتي يا لا. عايزين نعمل مزرعة البقر دي اجد عنش ان نحميه. انتو فاكرين في الحلقة الاولى او التاني حاجة زي كده لما انا لقيت البقرة هربانة من الاستندوق اللي انا كنت حتطولها. طالع الموضوع ده بسبب ان الانسان الالي ده كان بدخل يضربها. فلما يكسر الحاجة ويضربها هي بتفلت. بقى بتطلع تنجري من البتاعة. وممكن تكون ماتت يعني. فانا كنت مقفل عليها اساس ان هي ما تهربش. فيه من اكو قالي عم يميدوا تعمل مسلا مزرعة جوة البيت بتاعك او الكلام ده كله. هو مش هينفع الاسب لنفس السبب. ممكن مع الوقت ان شاء الله لما نبدأ نجيب اللي هو بقى ما بتدمرش بالسهولة ده. ممكن ساعة نبدأ نعمل الكلام ده. ام لا يا كبير. الله هو ده المطلوب اثباته. يا سلام. فقال لي ايه احنا عايزين تاني. ما نفعش عمل فل تاني. فل 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 بص انا هعمل كل الباكيتات اللي عندي. على فكرة ايه ده استنوا يا جماعة ده فيه مشكلة دلوقت. انا مفوض لما يتميلي اهدى. عشان هو احيانا ممكن يرمي واحدة كده على الفاضي. بس شايفين قد ايه? يا انهر بضع بي بتاعتها تده تشد ده كله. هو عموها المسافة مش بعيدة يعني. بس المهم ان احنا ايه نعمل كده ونزبط وناخد كده اكبر كم الباكيتات. بس انا حيانا كده حسيت ان انا عملت القرار القطأ في ان انا هديت العربية التانية وبانت دي. مع ان انا اصلا ممكن كنت ابني دي من غير ما هدك كبيرة. بس انا زي ما انا قلت لكم انا هدتي كبيرة عشان لازم ابني عربية تانية. طيب بصوا بقى خلان حاول بقى نرتبهم بقى واحدة واحدة. هي اول عربية هتشيل كتير. بس عشان يبقى ايه بالمرة. ونحاول بقى ان احنا نوازن. عارفين ده عاملة زي ايه? العربية ايه نهار قبيض ده العربية لزقت في الارض ازاي استانى يا جماعة هنوازنك استانى. يا لا هو ايه حدث قلب. لا لا ما تقلبتش. كويس ده رياحت على بس دي مش هتمشي ده اساسا هو يام رياحة كده. مستحيل تمشي كده دي. والله مستحيل يا زلمة. ده شايفين رياحة اريحة بانتلازينة. زي ما انا بتقول ايه يا رب اللي انا عملته في حياتي ده. هو في ايه يا رب بس. ايوة كده المفوضة توازنت. نجيب بقى الاخيرة عشان يبقى ايه كله التوازن مزبوط كده? خليها مسلا هنا. النهار ابيض على العربية يا جدعان. زي ما انا بتقولي الحقيقيني يا اما. ايه اللي انا عملته في نفسي ده. استكره تمشي? مستحيل تمشي دي. والله يا مستحيل. والله يا مستحيل تمشي. تمشي فين يا عام. بس كتير والله على العربية. بعد ازنك بس ممكن تحط هنا دلوقتي. نفك كده نقطة من هنا. عشان تبقى فتحة استقف صغيرة. اطلعي هنا. ايوة اسحب اسحب يا مدير. اسحب يا مدير. براحتة خالص. ينهر ابيض. ياسطى بعد ازنك زقى معانا بعد ازنك خلينا عادي احنا كده كده معانا البتاع اللي بتحوت. اوف اوف هتتقلب. هتتقلب. ايوة. هتطلع والبوز هاروح ماسك. مش كده? لا ده بعيد. يا الله. سواء يا اسطى بس احنا مش فاضين لك. اروح يا عم دلوقتي احنا مش فاضين والله. احنا اخذنا عربية اللي هتتقلب بينك. في احنا ماشيين يا نهر ابيض العربية. ده مش باينة اصلا. بتحس ان هي بتقول ماشي ماشي عميم يدو. ده انا مش قادر اجيل نفسي. بس هو ده كله في المساعدين. عارفوا ولمساعدين كبار شوية. والعربية دي بقى اتعريضة شوية. هتوب بقى كويسة جدا على فكرة. احتمال بنعرضها الحلقة الجاية. يعني بدا مسلا يبقى كرسي واحد يبقى كرسيين مسلا. هتوب بقى كويسة جدا. بس شايفين طلع ازاي يا نهر ابيض على حملت الاسية. يا نهر ابيض. معلش. والله عارفة دي عاملة زي السيزوكي اللي انت محمل علىها اربعة طن. والسيزوكي بشيل كم طن. لوز العبية الصغيرة دي لما تشيل علىها فقط اتها. والعربية الل هي الربع نقلة دي لما تشيل عليها برضو كتير. ماشي هي كويس ومية مية ولا فيها اي مشاكل. كنا ممكن برضو نحط واحدة كمان قدام فوقت وبالدنيا جامدة. ايوة شكرا. ممكن تطلع هنا خلاص. طيب نبدأ بقى نشيل كده اي حاجة عشان بس نعرف نطلع من هذه الزحمة. وانا فين طيب? طب ايه خلاص طيب ولا ايه? بشفت يا مدير. بص بص. طب تشفت واحدة واحدة انا عزيك تشفت كله. بشفت الاخيرة. هراح اجيب لك البقى وجاي هه السلام عليكم. راح طلب بركاته. باعزنا كيسطة ممكن تدينا كمبيوترات من عندك. ايوة يعني. نبدأ نرفع. دي واحدة. تانية. ايه بترفع سنة واحدة بس? اهو الله ده سنة واحدة بس. طب ما دي مش هتعمل لنا حاجة دي. بس كده. احصد الزرع اللي هنا. واو شايفين كمية الزرع يا جدعان. اهو الكمية مش طبيعية والله. بسم الاحمر رحيم. نبدأ نشوف الدنيا. اي رأيكم في الرش. ايوة الاخيرة. بوم. الاول واحدة ترشت. بس. هو كده احنا كده متطمنين على الزرع بتاعنا. شايفين اجعاني الشكل واو رهيب. عاجبني كده الانيميشن او الحركة بتاعت الزرع يا شكلها رهيب. عارفين بقول احيانا يعني ياريتني محطيت اه مساعدين للعربية دي. كنت مشي على كويتشت بتاعتها العادية احسن بدلا ما نقعد نطور مساعدين والكلام ده كله. بس في نفس الوقت المساعدين ما بتخليش العبادة يتقلب ويمشي على سرعة. ايوة يا وحش. بس اركن هنا. تسلم هو مدير. ارمي هنا. ارمي. ارمي. هراح اجيبل بقى وجايلك ها? عطيها يا مدير. يلا اشفط يا جمير. هدي الاول. اشفط اللي بعده. سبحان الله. بلع كله. يلا بسم الله احنا هنركب العربية بتاعتنا الجميلة. ندخل بقى على هذا الرجل كده كأن احنا بقى ناس جامدين. السلام عليكم ورح اطلاله بركاته. ازاك ياسطع. بص بقى يا برينس. انا عايز بصراحة المدفع ده. ممكن تدهولي. يا لهوي. انت عايز برتقان طب انا اجيب لك من فين برتقان. ايه الرخامة دي? موز? طيب احنا بس عايزين نشوف. انا بقيت اقدر اجيب التود ده. بس التود ده نقدر نستعمله في حاجة. اه هنقدر نعمل بيه المدفع بتاع الدبابة. وده ايه ده القط ماشي. دلوقتي انا اجيب التقاوي بتاع التفاح ده من فين? اه ده هو. عالة. حبيبي. بس كده خلاص خلاص. يبقى نجيلك الحلقة الجاية ان شاء الله. لكن انت حط امل ان انا اشتري المدفع النهاردة. بس انا خلاص جده. هو انا واقف بس على التفاح صح? استانا كده بس تسمعين يا بص بصة. واقف على التفاح. اه واقف على ده وده. اه خلاص هات دي كمان. كده حلو حلو قوي. كده هنضيف صنفين جديد للمزرعة بتاعتنا. علشان كده يباحنا دنيتنا تمام. خليني الوقت اطلع المزرعة الزرع يطلع مطلعش ماليش دعوة. مزرعة التقاوي اللي معي ده عشان يطلع بقى اسرع وقت ممكن. ان شاء الله يا شباب على الحلقة الجاية وبقى نروح نجيب المدفع ونبقى نكبر العربية دي شوية عن كده. لان بصراحة العربية وهي حجمها كده هي لذيذة الصراحة. بس انتم شفت دلوقتي الحمولة والكلام ده كله. وممكن مسا ما احنا بنحاوض بقى بسرعة تقلب بينا. انتم شفتوا كل الكلام ده في الح الحلقة دي. ان شاء الله الحلقة الجاية هيبقى في حاجات لذيذة هنعملها ربنا يا سهل ان شاء الله بس كده سواني عندي كده حركة عايزة اجربها هنا. وهيحصل ايه لو ادخلنا وقفنا العبادي هنا. هتدخل. ايوة. والده تحول يا جماعة. يا نهار ابيت بعيزنك بس ممكن تطلع. هتطلعي. ايوة خليها هنا. بس دي بقى المشكلة مش فاهم ليه يعني. شايفين العربية شكل عاملة زي? يا نهار ابيت. المهم كده شباب يمكونوا صناعة الحلقة. لو عاكم ما عايزاش لايك والاشتراك في القناة. ما هستنى المحصول لما يطلع ان شاء الله ونبدأ نقلعه ونبدأ نزرع هؤلاء الصفوف. يعني تقريبا ممكن على الحلقة الجاية ان شاء الله يكون معنا استكين يعني عشان روح نحولهم الاستكات وروح نبيحهم هناك. بس الحلقة الجاية برضو عايزين نبدأ نتكبر العربية دي عن كده. هنخلاها عريضة كده شوية وبانتناس. واحتمال نحول شكلها لشكل همر شوية. لسه معرفش. انتم عارفين يعني الواحد لسه بتجرب بس هي العربية دي حلو عشان نقدر نتنقل بها بسرعة يعني نروح نحارب بحوش والكلام ده كله. فما تسالش طبعا باللايك والاشتراك في القناة. اشوفكم على خير في حلقة جديدة وفي امان الله ومع السلامة.